بالأمس وإحنا بنتكلم عن صورة تطاها وهي صورة عظيمة جدا وفي بدايتها بتتكلم عن سيدنا موسى وإزاي تم اختيار سيدنا موسى لما ربنا قال له أنا اخترتك فاستمع لما يوحى هيستمع لإيه؟ مش فاسمع فاستمع زي ما قالينا في أخير صوت الأعراف وإذا قرر القرآن فاسمعوا له وأنصتوا لا لا فاستمعوا له وأنصتوا خلاص كلام ربنا ينصت له كل إنسان ويسكن له كل متحرك بس هنسمع القرآن فاستمع لما يوحى إيه الوحي اللي جاي لسيدنا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة للذكرية يا حضرات باختصار شديد وفي الإعادة إفادة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين انضباط صلاتنا هيؤدي إلى انضباط حياتنا الصلاة لازم تنضبط لازم أشحي النفس إيمانيا الصلاة هي مصدر الراحة أرحنا بها يا بلال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر نبيكم الكريم لما كان يبقى في قدامه أمر صعب أمر ثقيل أمر شغله فزع إلى الصلاة شفتوا الصلاة لما حصل تعرفوا ظاهرة الخصوف والكسوف للشمس والقمر دي حدثت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتزامن ده مع وفاة إبراهيم يعني حزنوا على إبراهيم ابن النبي فالنبي قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتها ده ملوش علاقة ده ملوش علاقة ببعض وإن كانوا اتنين جون فوقت واحد ملوش علاقة ببعض الشمس مش هتنخسف عشان واحد مات ولا واحد يتولد ما لهاش علاقة بالموضوع خالص طب فإذا رأيتم لو إحنا رأينا ده رأينا الظاهرة دية أو رأينا شيء أفزعنا أو شيء سبب لنا شيء من الخوف والألأ والتوتر النبي قال فافزعوا إلى الصلاة ومصلوا الصلاة أقم صلاتك تنعم بحياتك تبقى حياتك نعيمة